السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مسيرة مساء اليوم نبدأها بالعناوين برمز يهدد بالتصعيد بسبب مباراة القمة بين الأهل والزمالك وفضيحة جديدة في التحكيم في الدور المصري وتفاصيل مسيرة ومفاجأة هاني أبو ريدة يطيح بعمر حسين من الجبلاية وخالد الغندور يهاجم الخطيبة بسبب مجلة الأهل ورمضان صبحي في جلسة استماع جديدة في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة يهدد نادي برمز بالتصعيد وتقديم شكوى بسبب مباراة القمة بين الأهل والزمالك في إطار منافسات الدور المصري الممتازة وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إلغاء مباراة الأهل والزمالك في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدور المصري الممتاز اللي كان مقرر لها أوم الثلاث يأتي ذلك القرار بسبب رفض نادي الزمالك خوض المباراة لحين تنفيذ مطالبه والتي من ضمنها لعب باقي الفرق المباريات المتبقية في الدور الأول من الدور ليتم اعتبار الأهل فائزا بهدفين مقابل هدف مقابل لشيء وأكد الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر حسابه على موقع التواصل لاجتماع فيسبوك إن بيرامدس يتاج إلى تقديم شكوى من أجل المطالبة بأعادة مباراة الأهل والزمالك من أجل تكافؤ الفرص وكتب مهيب عبدالهادي قائلا مفاجأة بيرامدس في صدد تقديم شكوى لإعادة مباراة الأهل والزمالك لعدم تكافؤ الفرص ويحصل الآن على جميع تصريحات المسؤولين في الرياضة المصرية لتقديمها في شكوى فضيحة تحكمية جديدة في الدور المصري وقد انتشرت أنباء عن فضيحة تحكمية في إحدى مباريات الدور المصري بين فريقي سبورتينج وحرص الحدود عيث تحسن من خلالها المتأهل إلى الدور الممتازة ويواجه فريق سبورتينج من الدرجة الثالثة نظير حرص الحدود من الدرجة الثانية من أجل حسم التأهل للدور المصري الممتازة حكم المباراة نزل بفريق واحد فقط دون الآخر إلى أرض الملعب وتم عسف السلام الوطني ثم قام هذا الفريق بمصافحة الحكم ولم يخرج لاعب الخصم من غرفة الملابس وحتى الآن يتعادى الفريق الحدود مع نظيره سبورتينج إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة اللي بتقام على أرضية استاد حرص الحدود ويتصدر فريق حرص الحدود حتى الآن جدول ترتيب المجموعة في جولة التأهل الرباعية برصيد 11 رقطة ويتواجد سبورتينج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وقد انتهت المباراة وخطف فريق حرص الحدود بطاقة التأهل رسميا للدور المصري الممتازة بعد الفوز على سبورتينج بهدفين لهدف وتصدر الدورة الرباعية تقدم حرص الحدود بالهدف الأول في الدقيقة 45 من ضربة رأسية وفي الدقيقة 65 سجل طارق سيد هدف التعادل وفي الدقيقة 80 أهضر اللاعب خميس بيسو فرصة خطيرة للتسجيل وفي الدقيقة 94 سجل محمد ممدوح الهدف الثاني لنادي حرص الحدود ايضا هناك مفاجأة كبيرة في الجبلاية فقد كشفت تقارير صحفية عن موقف هاني أبو ريدا المرشح المحتمل على انتخابات اتحاد الكرة القادمة موقفه من ضم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لقائمته في الانتخابات القادمة وكان عامر حسين أصار غضب مسؤولي الزمالك بعد رفضه طلب بتأجيل مباراة القمة قبل خوض باقي فرق الدوري لمبارياتها المؤجلة وأعلن مسؤولي الزمالك انسحابهم من خوض مباراة القمة الأخيرة أمام الأهل واللي كان مقرر مساء الثلاث الماضي وأكدت التقارير الصحفية إن هاني أبو ريدا قرر استبعاد عامر حسين من قائمته التي ينوي التقدم بها في انتخابات الجبالية المقبلة والمقرر لها بعد أولمبياد باريس 2024 وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلن عن جدول المباريات المؤجلة لفرق الدوري وما زال الغموض يسيطر على موقف إدارة نادي الزمالك من خوض مباراة سيراميكا كيلو باترة والمقرر لها يوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز آجم خالد الغندور لاعب الزمالك السابق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب العدد الأخير لمجلة النادي الأهلي وقد نشر خالد الغندور عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الصفحة الأولى للعدد الجديد لمجلة النادي الأهلي حيث كتب عليها هي دي الروح الرياضية هي دي زيارة مجلس الأهلي للزمالك هي دي اللي بتقلل الفتنة والتعصب بين جماهير الأهلي والزمالك والأهلي فعلا الأهلي مش طرف حيث كتبت جريدة الأهلي الهروب الكبير رسميا الأهلي يهزم الزمالك بهدفي الظروف القهرية جاهزون لفرق يوم الجمعة والطلائع الاثنين هزمنا الداخلية ونحتاج الروح القتالية هذه منشتات النادي الأهلي في مجلة النادي الأهلي اللي صدرت هذا الأسبوع وكان نادي الزمالك قد اعتذر عن خوض المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة نظير فاركو يوم الجمعة إن شاء الله أما ترتيب الدور المصري قبل مواجهة النادي الأهلي في مباراة أمام فاركو فالنادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بينما فاركو في المركز الخمستاشر ب25 نقطة بعد 27 مباراة واللي التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي كشف مصدر بالاتحاد الكرة المصري في أزمة اللاعب رمضان صبحي أن هناك جلسة استماع بعد أن تعرض رمضان صبحي لعقوبة الإقافة بسبب تعاطيه المنشطات بداعي فساد العينة الأولى وسبوط إيجابية العينة الثانية ستكون هناك جلسة استماع ثانية لرمضان صبحي يوم السبت المقبل ويتواجد رمضان صبحي ومعه فريق كامل من أجل الدفاع عن نفسه بأدلة تقنع أعضاء المنظمة وكان حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أعلن إيقاف رمضان صبحي إجباريا لحين عقد لجنة الاستماع العقوبة المتوقعة صدورها ضد رمضان صبحي حال سبوت إدانته ستكون الإيقاف لمدة سنتين كحد أدنى وأربع سنوات كحد أقصى عموما نتمنى براءة رمضان صبحي وعوداته مرة أخرى إلى الملعب في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته